اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا خولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار العجب والنظر الى النفس بعين الكمال والاستحسان والرضا ورم خبيث ومرض مدمر وداء دفين وزرع شيطاني وسم قد استشرى وتفشى هنا وهناك وحسبك اخي دلالة على ذلك انك لا تكاد تنظر حولك الا واجبت مبتلا بهذا الداء العضال فهذا معجب بماله وذاك معجب بولده وثالث يرى نفسه النبيها الفهمان وان عقله يزن بلدا ورقم المليار بلغت به النرجسية كل مبلغ حتى اصبح من المسلمات عنده انه فريد عصره ووحيد دهره وانه فلتة من فلتات الزمن وحسبك كذلك على تفشي وتغلغلي وتوغل هذا الداء ما ذكرناه آنفا من تشاجر اثنين لا في البرصة ولا في مجلس الشعبي ولا في فندق سبعة نجوم وانما ايناء في طابور العيش ومع ذلك والعجيب في ذلك ان احد الرجلين جعل يقول لصاحبه في معرض التهديد والوعيد الا تعرف من تكلم الا تعرف من انا يا لله العجب رجل يقف في الطابور طابور الخمسات او العشرات ومع ذلك يقول بكل عنجهية وغرور وصلف الا تعرف من انا نقول بل نعرفك جيدا فانت ايها المسكين واحد من الاف مؤلفة جمعوا بين النقضين حيث تجد احدهم مغمورا مغرورا مفلسا مستكبرا وقد توعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصنف من الناس وذم تلك الشريحة البلونية قائلا ثلاث لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر أي فقير معدم عاطل فاشل لا دين ولا دنيا ومع ذلك متكبر مغرور على أي شيء لا تدري عباد الله إن العجب بالنفس مهلكة وأي مهلكة يقول عليه الصلاة والسلام ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه وقال صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه يختال ويتبختر في مشيته إذ خسف الله عز وجل به الأرض فهو يتجلجل أن يغوص فيها إلى يوم القيامة وقال عليه الصلاة والسلام في الخبر إن صحا لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يُكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم وقال عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أشد من الذنب العجب العجب وقال عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في معرض التنديد بالعجب والمعجبين يقول عليه السلام يا معشر الحواريين كم من سراج أطفأته الريح وكم من عابد أفسده العجب وقالوا المعجب باع كل شيء بلا شيء واشترى لا شيء بكل شيء وقالوا من رأى نفسه شيئا فهو عند الله لا شيء وقالوا الهلاك في اثنتين القنوط والعجب وقالوا العجب سيئة تحبط كل حسنة ومذمة تدمر كل فضيلة وقال بعضهم مستفضعا ومعظما ذاك الداء ومهولا من شأنه قال لأن أبيت عاصيا وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وقانتا وأصبح معجبا ولما قيل لعائشة رضي الله عنها متى يكون الرجل مسيئا قالت إذا ظن أنه محسن وكل من ادعى درجة ومنزلة سقط عنها فمن رأى في نفسه الإخلاص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص ومن رأى أنه صادق فهو كاذب ومن رأى أنه قانع فهو طامع ومن رأى أنه مستقيم فهو منحرف عباد الله العجب داء عضل حري أن ينأى بأحدنا عن نفسه وعن شعار المعجبين وثالوثهم المدمر أنا ولي وعندي فإبليس هو صاحب الأنا حيث قال أنا خير منه أما فرعون فقد انتفخ وانتفش قائلا أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أما قارون فكانت كلمته التي أردته وأوردته موارد الهلكة إنما أوتيته على علم عندي ولقد كان الأولى بهؤلاء الحمق الأغبياء أن يشهدوا سبق فضل الله عز وجل عليهم وأن ينطقوا بما نطق به العبد الصالح يوم أن قال وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب عباد الله العجب مغبته وخيمة يقول الله جل الله لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ونحن كذلك عباد الله لما غرتنا كثرتنا إبان المليونيات وفي الميادين وهنا وهناك وجعلنا نردد ذاك البيت النحس المشؤوم إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر كان ما كان عباد الله لقد وصف أطباء القلوب جملة عقاقير إيمانية يستأصل بها سرطان العجب أول ذلك أن تتجرع أخي جرعة دواء عند اللزوم لترى على إثر ذلك نفسك وراء وراء فإذا رأيت طفلا صغيرا فإياك أن تستعلي عليه بل تواضع له وقل في نفسك طفل بريء لم يعص الله بثلي وإذا رأيت شيخا كبيرا قل سبقني إلى الإسلام وإذا رأيت علما قل علم ما لم أعلم وإذا رأيت جاهلا تواضع له كذلك قائلا عصى الله بجهل أما أنا فقد عصيته بعلم وعن سبق إصرار وترصد من أتيك الأدوية التي يداوى بها ذاك الداء غير الحميد الخوف من سوء الخاتمة وفي الحديث لا تعجبوا بعجب عامل حتى تنظروا بما يختم له ومن كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة وما دام النبض جاريا والأنفاس تتردد فالقتال مع الشيطان قائم والمعركة مستمرة والحرب سجل مما يستأصل به كذلك ورم العجب غير الحميد النظر إلى إنجازات وأمجاد الآخرين فمعما نظرت إلى امتيازات وإنجازات الآخرين صغرت عليك وهانت عندك أمجادك فهذا خالد رضي الله عنه يلخص ويوجز أمجاده في سطر يقول فيه ما في جسدي من موضع إلا وفيه طعنة أو رمية أو ضربة بسيف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله طاف الدنيا مرتين جمعا للمسند ابن حجر العسقلاني حتى يصنف ويؤلف صحيح البخاري رجع إلى ألفي مجلد وجعل يجمعه في زهاء ثنتين وثلاثين عاما وكان الناس يقولون كان شرح صحيح البخاري دينا في رقبة الأمة أداه عنها ابن حجر العسقلاني أما ابن الجوزي فقد قال صنفت وكتبت بأصبعي هاتين ألفي مجلد وتاب على يدي مئة ألف وأسلم على يدي عشرون ألفا بل هناك نسوة وصبية صغار يحفظون القرآن الكريم من الفاتحة إلى الناس بالقراءات العشر وهناك طلبة علم معاصرون يحفظون الصحيحين في شهرين فماذا صنعت أخي سيادة المعجب من آكد أسباب العلاج الوقاية من هذا الداء الدفين والوقاية خير من العلاج والدفع أسهل من الرفع وتجفيف المنابع أولى من بناء السدود فمن آكد ما ينبغي أن يعتنى به في الوقاية من العجب الكف عن المدح والتزكية وإطراء من يظنه الإنسان ولي نعمته بأنواع وأطنان من المتح والتزكية والإطراء على روي قول بعضهم شخبصة ابن سيادتكم تخطيط للمستقبل والركلة من معاليكم وجنابكم دفعا للأمام إلى غير ذلك من الألقاب البراقة التي يعممون بها سادتهم وساستهم كقولهم كقولهم فلان قمة وقامة نجم وأسطورة بل هو الهرم الرابع ناهيك عن الكفر البواح الذي لربما يصل به المدح ويصل بصاحبه إليه فبعضهم لربما يرقى بولي نعمته على زعمه إلى مصاف الربوبية كما قال بعضهم وهو يتملق أميره وسيده ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار وتجد الحرباية من هؤلاء يتملقون أسنى أسيادهم بين أيديهم حتى إذا كانوا في ظهورهم جعلوا يسبون ويطعنون ويلعنون وهؤلاء الخبثاء أولى الناس بقوله عليه الصلاة والسلام تجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه وقد قال كذلك فيهم عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم الطراب ولما رأى عليه الصلاة والسلام رجلا يمدح رجلا قال ويحكا قطعت عنق صاحبك وقال عمر رضي الله عنه المدح هو الذبح ولما سأل أنسا عن أبي موسى الأشعري فقال له عمر كيف تركتم أبا موسى فقال أنس تركناه يقرئ الناس ويعلمهم القرآن فقال عمر رضي الله عنه أما إنه كيس أي ذكي عبقري ثم قال عمر وإياك يا أنس أن تسمعه ذلك خوفا على أبي موسى من فتنة المتح من آكد أسباب علاج واصطئصال هذا الداء العضال داء العجب هو أن تضرع عباد الله بما كان تضرع به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن قال اللهم أحيني مسكينا أي خاشعا متواضعا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين فاللهم أحينا مساكين وأمتنا مساكين واحشرنا في زمرة المساكين اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأدواء أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وأهله المستكملين الشرفة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده رسوله ثم أما بعد عباد الله فكما علمتنا السنة المطهرة أن نحترز من داء العجب وأن ننأى بأنفسنا عنه علمتنا كذلك أن نحب في الله وأن نبغض في الله وأن نوالي في الله وأن نعادي في الله وأن لا نشارك ولا نبارك أعياد المشركين ككيريسمس وشم نسيم وغيرهما وقد قال الله عز وجل في صفة الصفوة والذين لا يشهدون الزور ومن الزور بل من أزور الزور أعياد المشركين التي تصطدم جملة وتفصيلا مع شريعتنا وعقيدتنا وملتنا والتي لا ناقة لنا فيها ولا جمل فإياكم عباد الله ثم إياكم أن تجاملوا مخلوقا على حساب دين الله تعالى فمن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن أسخط الله برضى الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس وكما أننا عباد الله منهيون عن حبهم وولائهم وتهنئتهم بأعيادهم منهيون كذلك عن ظلمهم وأكل حقوقهم وفي ذلك يقول الله جل الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين ويقول عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وقال صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وفي بعض الزيادات إن صحت وإن كان كافرا فإنما كفره على نفسه يرفعها الله فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وأعنا على اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وأبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر ألسنتنا ومن شر قلوبنا ومن شر منينا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الظلم عن المظلومين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين وارحم أمواتنا وأموات المسلمين أسدد حاجة المحتاجين واخذ الدين عن المدينين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصلت علينا من لا يرحمنا سبحان ربك رب العزة عما ينصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على مصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين